هل تحكيت ملاحظة عن الناس الجرثومة؟ يعني إنت شو معلوماتك عن هذا الموضوع؟ شو بتعرف هذا الموضوع؟ انت حكيت جرثومة بشكل عام؟ جرثومة يعني كان غريب يدخل بداخل دسم النساء بسبب أن لديها مشاكل صحيح يعني عن طريق معظم الدخول هي بيكون عن طريق المي في البلد يعني أنه في مشاكل؟ تراوض في المياه تراوض في المياه حضر من الصباير في بيك طب في مشاكل تانية يعني إيش بشكل عام تلاحظ على أهل بيتنا أو تسمع عنا عند أهلك عند قرارب أو عند أصحاب إيش بشكل عام مرض معين؟ لا يعني فكريا فش أنه نحن يعني اسم يعني مرض مختصة في هاي فكريا ممكن مرض مزم أو منتشر يعني فكريا لا يعني أمراض طبيعية يعني من الصبية أي شخ بس بحب نظر الشاب والصبية اللي دخلوا لأنهم هجوا بالكفريا نحنا كنا المعمال اللي بنحكي عنه أهم المشاكل الصحية اللي بيتواجهها قريك بتانية بما أنكم إنتو دينا من البلد وإنتو فيها اللي بتتحرك كتير وتلاحظ وتشوف حابين يسمع منكم شو هاي المشاكل حتى الشاب مشكلة معينة حابب أسمع كلام حابب أعرف مشاكل التانية ما شاء الله يعني ما تكونوا محصورين بس على الأمراض مشاكل صحية شكرا عني مثلا إشغر موضمن إحنا كمراحقين في المدرسة صحابك شو بتشوف عليهم مثلا أه حدا بغم عليه حدا دم ضعيف حدا في نسبة بي حانتم تلسينيا هيك انت قرأ بالفئة اللي عندك حوالك تب 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 مشاكل صحية مش تضروري يكون مرض عرفت علي الزهايمر عمين 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 هذا العظيم برأيك الزهايمر مرض مكشة الشباب هنو اللي كنت عنها الشباب والمتائرة والجميع لا أنا حابب أصح لك المعلومة الزهايمر بصيب الفئة المرية الكبيرة الكبيرة وإحنا بس مش الصغر الزها بس.. هو ما مفوق انا انا اجيب ضيق عليكم. نحن نخرج من قائد انه النات ناكش ونشخص عمرها خوي كدو شو. انا هي اكبر مني ومنكم من جميع. انا بدها طيبة قدها مختصين وبدها شيزا بها صار. نحك عن بيت عنام. اهل بيت عنام. اولاد بيت عنام. بنات بيت عنام. نسوان بيت عنام. نحكي مش بالضرور زي ما كانت دخط انه يكون مرض. ممكن يكون عادة سلوكية في المدرسة. يكون يشيلوا علاقة لو صار عندي شوية معلومات وعي بتجنب حالة من المرض الثاني. مش لازم اوخد دواء مش هرح لحالة من المرض. وقل شوية وعيد ديرهم وقايا خارجهم بكثرة علاج. شوفنا ايكم التدخين شوفنا. حمالي تتكبح التدخين. حمالي تتكبح التدخين. حمالي تتكبح التدخين. ماذا متأثر على. غير. بتلاحظوا. ديش نسمة التدخين من فئة عمرين تحت الشباب. خسعة وتسانين. خسعة وتسانين. انتم ملخنين كلها. الشباب. الشباب. يعني هالا فرسانتين بسرعة. مش على اطمار ما سيحقان حاليا. يعني كده الواحد يحكي بيحتي عن حال نتنا ملخن. او لا. ما بقدر اكيبنا. يعني بان خان الشباب ثلث شباب بدا. واثنان رضاله بارجله. من الخامسة. كمان حرب. حرب اسمع مواحد ثانية بين الشباب. يعني في الكرية عنا بأسة فهي المشكلة يعني شرب الكحول. انتشر يعني مش طبيعي. من اي فئة؟ رجال اكبار ولا بس شباب؟ لا وشباب صغار. صغار اكبار؟ حشيش. حشيش اه اه. لا احنا نحكيش موضوعي. حلو ميح. يعني احنا احنا استمعنا لرأي خرض من المجتمع. حتى عندنا رأي تسايب الليلي. تسايب الليلي هو اللي تسبب للمشاكل انتوا قاعدين بتحكوا عنها. لا تقول لها ما. انه ما في رقابة من الاهل. يعني انا في صور الاوفات متأخرة. فيه اه فيه انا محلات بسات تلمش يعني. 24 ساعة مفتوحة. بس هذا مش بدل ان الشاب اللي بتأخر انه يسكر او يشرب حشيش. طب مش شرط انه يسكر او يشرب حشيش ممكن انه صغير. تساوله عرق. لايلي اكثر على صحبه ولا لا. قبل نايم تول النهار مش مشكلة عندي درسة. طب الصبايا سمونا صوتكم. يعني احنا سمعنا رأي الأخ. حدا ثاني شوف بلاحظ. في المدار. يعني مش عطوا كل المشكل بين الشباب. مثل المشكل بين الصباري وزناك المدار. انا مش مشكلة يلا. طب. مش المدار سمت تسموه من العائل أخنا. مفتا كنت تسموه. يعني من المقصف او من. ما بد انك ممكن. فيه انتو لمسين هيك اشياء. فيه خلال تسموه. ببروش يعني اشي صحي. يعني باتو لببا. فش اشي مفيد. فش اشي مفيد. مفيد. هايا. مفيد. 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 اشتركوا في القناة